يبدو أن الوضع في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمال غربي العراق متجه نحو تصعيد عسكري محتمل فالحكومة التركية عازمة على طرد ميليشي حزب العمال الكردستاني التي ينتشر عناصرها في سنجار ويشكلون تهديدا أمنيا بالنسبة لأنقرة التهديد التركي بشن عملية عسكرية في عمق الأراضي العراقية لطرد الميليشيات الكردية أمر ليس في مصلحة رئيس الحكومة في بغداد حيدر العبادي الذي لم يتأخر في إرسال وفد مخابراتي إلى أنقرة بهدف إقناع الجانب التركي بتجنب العملية العسكرية لسيما وأن توقيت العملية التركية يأتي قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها قالت إن تمركز مسلحي العمال الكردستاني في سنجار وتهديد تركيا بضربهم هناك شكلا صداعا مزمنا للعبادي الطامح للفوز بولاية ثانية فتنفيذ تركيا للعملية العسكرية في سنجار سيكون بمثابة ضربة سياسية قاضية للعبادي الذي سيكون متهما من قبل خصومه ومنافسيه بالتفريط في سيادة البلاد والعجز عن حماية أراضيها فدعاية العبادي السياسية تستند بالأساس إلى قيادته للحرب ضد تنظيم الدولة وإعلانه الانتصار عليه عسكريا واستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم ومواجهته استفتاء كردستان العراق في أيلول الماضي بداعي الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه تطورات تضع العبادي ومستشاريه أمام خيار واحد فقط هو تولي القوات الحكومية مهمة طرد ميليشيا حزب العمال وإنهاء وجوده في سنجار بدلا عن القوات التركية العملية العسكرية التي تنوي تركيا تنفيذها في سنجار ستمثل بالرأي متابعين أسوأ دعاية مضادة للعبادي الساعي لتجديد ولايته من بوابة الانتخابات القادمة فطموح العبادي بالفوز في الانتخابات تحت شعار الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي العراق قد تبدده مقتضيات الأمن القومي التركي اشتركوا في القناة